اشتركوا في القناة نشكر سمو الشيخ خالد على رعايته لدوري المراكس شبابية للصالات ويعني حثنا كل سنة ان احنا نقدم الشيء الجديد لشباب المناطق والشباب المدن والقرى الافرقاء اللي تصار فيه توجيه بان احنا نحتويهم وصل عدد اللاعبين الى 900 لاعب من مختلف مناطق البحرين الرسالة هي واضحة ان احنا نخلي ملعب الكرة الرياضة اللي احنا كلنا نحبها ما في واحد ما يحب الكرة النسخة الخامسة من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الاعاقة والفتيات لكرة قدم الصلاة جاءت هذا العام بمشاركة واسعة لاكثر من 45 فريق رياضي يتنافسون بروح رياضية فريدة علاوة على اتاحة الفرصة للاندية غير المنضوية تحت مضلة الاتحاد البحريني لكرة القدم لا شك احنا لما نجمع مثل هذا العدد الكبير من الشباب البحريني ومن مختلف الفئات في مثل هذه الفعالية لا شك انها طبعا نعطاهم الفرصة هناك فيه ابداعات فيه مواهب فيه شباب فيه فرص يعني تتاح لهم من اجل الظهور في هذه المنافسة الشريفة مشاركتنا هذي ذو الاعاقة لنا فخر لنا ان نشارك في هالبطولة هذي ومو غريب على ابو فيصل بالنسبة عن البطولات هذي بطولة قنية عن التعريب اي لعب بالنسبة له ان يشارك بس باسم هذه البطولة باسم الشيخ خالد بن حمد والحمد لله استعداداتنا كانت جيدة وان شاء الله توفينا حق البرغة فضانة ان شاء الله طبعا احنا كمركز شبابي احنا نطمح بالفوس طبعا العام احنا حقق لنا تويج اول تلعب حقق لنا تويج ان شاء الله هالسنة ناخذ الكوس بدنا الله اذا الله اراده مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تفردت هذا العام بابعادها الرياضية والانسانية وجاءت حاملة بيرق ملتقى الاجيال ليتوارثوه جيلا تلو الاخر نحو الاقدام والتفرد والتميز فبالشباب ولا احد غيرهم تبنى الاوطان وترتق المجتمعات خمسة واربعون فريقا يتنافسون في دور سمو الشيخ خالد بن حمد للمراكز الشبابية وذو الاعاقة تجمعهم الاثارة والحماسة والطموح وايضا تحيطهم اجواء تفاعلية لخدمة شباب البحرين الذين حظيوا برعاية واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد للسنة الخامسة على التوالي يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين